هل أنتم محتاطون لذلك؟ نعم سمعتكم بالنسبة للمصافي وبالنسبة للميناء بالحاف وبالنسبة للميناء الشيمة وبالنسبة لشركة العقلة النفطية لن واجننا لن نسمح لأي جهات بتدخل فيها لم يكن خبر الانسحاب الإمارات من اليمن إلا لذر الرماد على العيون وانحناء للعاصفة الشعبية الصاخطة بإعادة التموضع هذا ما تقوله الأحداث والوقائع اليومية على الأرض في مناطق سيطرتها وهذا ما يقوله سعيها لإكمال السيطرة على باقي المنشآت والمناطق الحيوية في شبوة وبالتزامن مع إخراج مسرحية الانسحاب الهزلية توتر أمني وعسكري بدأ بهجوم قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات على قوات الشرعية في محاولة للسيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة وانتهى بعملية تفجير لأنبوب النفط والغاز بعد إفشال تقدم النخبة الشبوانية للسيطرة على مؤسسات الدولة في عتق بقوة السلاح واحتواء التوتر بلجنة وساطة توالت الأعمال التخريبية على أنبوب النفط والغاز فقد تعرض الأنبوب لتفجيرين خلال يومين متتاليين في مناطق خاضعة لسيطرة النخبة الشبوانية والفاعلون مسلحون مجهولون محافظ شبوة كلف لجنة للتحقيق في أحداث التفجير بنزول الميداني غير أن اللجنة منعت من الوصول إلى مواقع التفجير من قبل النخبة الشبوانية وتعرضت للاستفزاز وإطلاق النار تواصل الإمارات التحشيد العسكرية والتحريض الإعلامية لإشاعة الفوضى في شبوة ولعرقلة السلطة المحلية وأعمالها هناك لكن لماذا كل هذا الإصرار وماذا تريد من شبوة تكمن أهمية شبوة في موقعها الاستراتيجي الرابط لمربع النفط اليمني وللجغرافيا اليمنية ولما تتمتع به من ثروات وحقول نفطية وغاز تصر أبو ظبي على تفتيت الكتلة المجتمعية الصلبة في شبوة وإغراق المحافظة بالفوضى الداخلية للتصرف بالنفط والغاز في الحقول التي تسيطر عليها ويجري الحديث عن السماح لشركات تمتلك الإمارات فيها حصة كبيرة بالعودة إلى الحقول النفطية بعيدا عن الشرعية الممنوعة من التصدير رغم حاجتها لرفض الخزينة العامة للدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر